In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. حالة وسهلة. إن شاء الله اليوم بأعطيكم أفعال تجي بعدها ING. تجي بعدها جيرن. So, let's get started. وأول فعل معنا اليوم هو admit. admit بمعنى يقر أو يعترف. نعطيكم مثال. For example, he admitted stealing the wallet. He admitted stealing the wallet. بمعنى هذا مكتوب. حتى بالعربي واضح إنه ما يجي فعلين مرباط. ما يجي تقول هو اعترفه يسرق. ما تجي. اعترفه بسرقة. ما ستتر. طيب ثاني فعل معنا لليوم هو الفعل avoid. avoid بمعنى يتجنب. فمثلا, she avoided meeting him. تجنبت مقابلته. Another example, you must avoid giving unnecessary information. يعني يجب عليك أن تتجنب إعطاء معلومات غير ضرورية. A-N-G. وبهذه المناسبة أحب أعطيكم قاعدة في النطق. اللي هي إذا جاء الحرفين T-R لهم نطق خاص في اللهجة الأمريكية. يجب اللي ينطغ هذه الكلمة. try غلط. country غلط. نطق غلط. attractive غلط. Trump غلط. ليش؟ نحن ب... في اللهجة الأمريكية إذا جاء الحرف T بعده R فينطغ تر. تر. نحن بنتنقل لكم الكلمات بالشكل الصحيح. النطق صحيح. try. try. country. country. attractive. Trump. Trump. لكن هنا ملاحظة جدا مهمة. أنت لا تنطقها ش. لا غلط. tr. tr. طيب الفعل الرابع اللي هو phrasal verb. give up. give up بمعنى يقلع عن شيء أو يتخلى عن شيء. أعطيكم مثال. give up لو جات بمعنى يقلع عن أو يتوقف عن. يجي بعدها جيرند على طول ing. فمثلا I must give up smoking. يجب أن يتوقف عن تدخين. وآخر فعل معنا لليوم هو الفعل appreciate. appreciate بمعنى يقدر. فمثلا I appreciate working with you. يعني أنا قدر العمل معك. طيب اليوم أخذنا خمسة فعل تأتي بعدها جيرند. اللي هي involve. avoid. admit. appreciate. give up. كلها تأتي بعدها ing. انتحدث اليوم إن شاء الله نشوفكم بكرة مع خمسة فعل جديدة تتبعها جيرند. إلى هذاك الحين مع السلامة. النواميس قررصوني تقريص والله العظيف. مصه دمي كله. هاشوف. هنا كلها أشجار. منطقة أشجار. ومليانة نواميس. والله. راح أعيد كلمة involve. شرحتها لكن في بعض الأشياء لمكتبتها. طيب. بمعنى يتضمن أو يجتمل على. فمثلا. The job involves a lot of traveling. أو مثال آخر. منطقة أشجار. فمثلا. منطقة أشجار.